اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكان من بعد الانفجار اللي صار ببيروت اشتغلنا كتير تحت بالمنطقة ورجعنا حسينا بمحلات معينة لازم نبلش نظهر من بيروت ومجرب نطلع سوى بالمناطق النائية وكان اصرارنا انه هاي بي هالأرض لنا ما بدنا نفل منا تعرفة من بعد الانفجار والوضع الاقتصادي وكذا شغلة قطع فيه البلد ما كان عنا حل لنا نقول هالأرض لنا وبدنا نكمل نشتغل فيها ونكمل نعطي الأمل وسجلنا الجمعية واخدنا علم وخبر بأول لـ 2023 يعني هالأرض لنا رغم كل الظروف ورغم كل التحديات اليوم اللي عم نواجهها واللي عم تكبر بسكال ليوم بعد جوم يعني أكيد لأنه ما حدا مننا ما بيقول أنه أنا ما بقى بدي بدي فل ما حدا ما مرأ بهيد المرحلة كرمال هيك عم نجرب نحنا لا ما بدنا نقول هيك بدنا نقول هالأرض لنا وبدنا نضال فيها وبدنا نشتغل فيها ونكبر أولادنا ويكون في عندهم مستقبل لكل الطوايف بلبنان نحنا ما عم نشتغل بمحل معين لطايفي معيني بلبنان نحنا عم نشتغل لبنانيا فقط يعني حلو هالي يعني اللي عم بشتغله لبنانيا نحنا مجموعة أشخاص أصدقاء كلهم جايين من يعني عندهم شركاتهم وأشغالهم ووقت اللي قررنا نكمل بالشغل اللي كنا عم نشتغل على الأرض ونعمل الجمعية الأشخاص اللي كانوا هني أسساً دعمين من أول نهار للمساعدات اللي كانت عم تيجي هني اللي بقيوا بالهيئة الإدارية طبعا الجمعية نعم والتنفيذ على الأرض نحنا مقصمينه تقريبا لخمس مشاريع نشتغل فيهم وكل حدا عنده مشروع مسؤول عنه وبنفسه أكيد مع متابعة مع كل أعضل الهيئة يعني الجمعية فينا هيك شوي نكون عم نحكي عنها لمشاريع بشكل تفصيل لتيكونوا المشاهدين عم يعرفوا أكثر أكيد أكيد هلا نحنا من بعد ما بلشنا خلصنا بيروت ودربنا أننا بنطلع على الديع كانت أزمة الدولار واللبناني والعالم ما فيه مصاري ففكرنا أنه معقولة بتضيع في عالم بشيغ ليموني عالم عندها زيت ما عم تقدر تصرفها فكرنا أنه نشتري هاي الموني نتفعله ونخده نحنا نستعملهم ببيوتنا نستعملهم بأنتراجنا نهديهم لحدا بس على الأيلي بتكوني بلشت بمحل معين أعطيتيهم دافع أنه أنا هيدا أنت الانتاج اللي عملتيه أنا يعني صار أخذت حقه وصار فيها ترجع تفكر أنه تعمل شي جديد للسنة الجاي هايدي بلشت هايك الفكرة أكيد برمنا كل لبنان وأخذنا موني من كل لبنان فيهم اللي كانت الجود كتير منيحة وفيهم اللي كان أنه عادة لأنه كل حدنا معارضة يعني بسبب نقص المعدات ونقص الخبرة كمان طبيعي هني عم يعملوهم ببيتهم يعني ما عندهم مكانات تعييم يعني ما بدنا نفوت تفاصيل بس أنه جربنا نعطي شوي أمل هونيك بلشنا أنه نفوت كمان بدورات تدريبية بالمناطق بس تشوفي أنه حدم بحاجة يتعلم شغلة بس أنت جاي بس تقولي له يلا أنه تفضل نحنا راح نساعدك بلشنا بدورات تدريبية بمنطقة الزهرانة بجنوب بكفرشلال كان أول دورة تدريبية من بلش فيها لصناعة الصبون على البارد فبتعلمي العالم هي إذا عندها زيت قديم هيدا الزيت تقدر تستفيد منه وتعمل صبون ببيتها منا مضطرة تروح لحيالة محال أو معصرة أو حيالة محال ببيتها انطلقت بهيدا الطريقة وصرنا بكل لبنين تقريبا شمال البقاع المتن علاي الشوف تقريبا صرنا بارمين بهيدا السنة خمستعشر منطقة وبعد عنا منطقتين لآخر السنة لازم نسكرون اللي حلو أكتر فاسكال بجامعية هالأرض إلنا أنه أنتو مش بس بتدعموا يعني وخلص بتنسحوا بتدلكون متابعين لحديت آخر آخر شي يعني بتتابعوا كل التفاصيل وهذا الأهم وكمان عم بتدربوا يعني عم بتأسسوا وتتابعوا وتتدربوا وهذا الشي عن جد يعني إذا بدأ نقول بروسس كتير بهم اليوم مش كل الجامعيات يمكن بتتبعوا طبعاً تعرفي رايان لأنه بس عم تنزلي عالأرض وتتعاطي مع العالم ديراكت انت مش إنو عم تبعت حداً أوكي رو عم هول دورة وتاع لا عم بتروحي على المنطقة بتشوفي العالم كيف عايشين هونيك لأنه كل منطقة في عندها احتياجاتها يعني وكل منطقة بيفكروا بطريقة معينة مش كل لبنان بيشبه بعضوا أبداً أبداً لأنه بتشوفي بمنطقة بمنطقة معينة بحاجة إنو حداً يدعمون ميدياً أو بمنطقة تانية لا بحاجة إنو يمكن يكون هيكي عندهم معنوي سابورت معنوي أو معرفة معينة صح تتأويلهم قدراتهم أنت عم تجي توقف حدهم نحنا من ورا نزلتنا على الأرض وتعطينا مع العالم قدرنا عرفنا المرة لشو بحاجة قدرنا عرفنا المزارع لشو بحاجة بس بدك تعملي مشارية إذا ما بتكوني ديرسة الأرض تبعيتك مزبوط البشروع ما رح ينجح نحنا ما فيك تجي تساعد منطقة وإنتي أنجا بتعرفيها لهذه المنطقة في كتير مساعدات صارت من برات لبنان وبقلب لبنان المساعدات اللي إجت على المناطق ما كانت إليها أهمية أكتر ما أنه واحد عم يتصور صورة هون وعم بيفرجي أنا شعبه يعني ما فيه متابعة المتابعة هي اللي بتخليك أنت كجمعية وكأشخاص تقدري تكملي وتقدري أنه هيدا البروجيه اللي عملتي تكملي للآخر مش بتكمليه بس هلأ هالشهرين وثلاثة لأنه مجرد ما فدتي على هالمنطقة شفت المزارع هلأ في عنا مشاريع بخبرك عنا أنه قدرنا عرفنا المزارع لشو بحاجة لقدرنا وصلنا لمشاريع جديدة فخمسة مشاريع هن كتير مهمين بالنسبة لأنا وما حدا يستهين فيهم يعني مش ما حدا يستهين أنه خمسة مشاريع خمسة مشاريع بدهم تعب بدهم جهد معنوي جسدي بدهم متابعة يعني مش أنه وقتا نقول خمسة مشاريع اليوم عم تتنفذ على الأرض بدأ كيب عمل عم بيشتغل بسكال ما أنه شي هين صح نحنا اليوم هيكي بنفخر بوجود إمرأة مثلك اليوم عن جاتة عم تشتغل بالحقل الاجتماعي من كل قلبها لأنه ليه اليوم تنشوف نساء عن جد فاعلات على أرض الواقع وإنت اليوم كأمرأة قد تحس اليوم صار دور المرأة العامة لليوم دور أساسي وما فيها ما تكون منتجة مزبور وخاصة بهذا الوضع يعني أوقات بقوله مصائب وقوم عند قوم فوائد أنا هيدا بالنسبة لأيلي وعطول بقوله أنه ما في شي بيصير هيك يعني أوقات بيصير عندك أكسيدان بيوصلك لمحال أنه لأ فيه طاقة تانية مفتحت لك فيها المرأة دورة كتير مهم لأنه هي أول شي لازم تكون السابورت لجوزة والسابورت لأولادة الدعم هو عطول هي عم بتكون الدعم أساسا لأولادة وهي الصورة يعني أنا بشوف أنه أمي بحياتها كيف اشتغلت كيف وقفت حد بي وكيف ساعدته كمان أنا بدي كميل المسيرة وأنا بديعي كل النسوين المرأة خلقت مش بس لتكون قاعدة بالبيت فيها تكون قاعدة بالبيت ومظبوط عم تهتم بولادة وبنفس الوقت هي عم تنتج وتساعد جوزة هلأ خاصة يمكن قبل ما كنا بحاجة لأنه الأوضاع كانت طبيعية والدولار بألف وخمسة وكلنا مبسوطين وعايشين بغير كوكب هلأ لأ بدأ ننتقل لمرحلة الواقع أكتر إنه إيد واحدة ما بتزقيف لازم تكون المرة هي متكلي على حالة وزيادة باسكار متل ما في رجل بالمجتمع فيه إمرأة كمان هي بدأت نسحالة عم تعمل شي وما نستهون بأدوراتها هيدا أمر ضروري يعني مية بالمية أنا كرميل هيك بس نروح على دي بس شوف حيالة مادام موجودة معنا بالترينينج بصير إسألهم إنه انتوا شو بتحبوا انت شو بتعملي كذا حتى بعدين فكر إنه نحن ناخدلهم الداتا تبعيتهم ونرجع متواصل معهم لشوف إنه إذا هادول تعرفت عليهم في شي مشروع بيركب عندهم تنقدر نساعدهم هيدا من الأسس اللي نحنا نستعمي إنه منساعد المشروع مساعدة المؤسسات الصغيرة يعني هي حتى المايكرو المايكرو يعني مش بس السمول يعني اللي حدا بده يعمل يعمل شي ينتج بس مش عارف كيف بده يبلش بده مساعدة بده مساعدة مش ضرورة تكون مادية عطول أنا ممكن كن أنت عم تجربة تساعده بهيكلية شغله كيف يبلش ويقلع فالمرة بالنسبة لإلي أنا وما منقدر ننطلق باسكال إلا ما ندعم بعض هيدا الأمر أساسي مؤخرا باسكال كمان قمتوا بالعشاء السنوية الأول لجمعية هالأرض لنا مصدت فخبرينا أكتر كيف كانت مجريات هالعشاء وليج ضروري أنه يصير فيه هاللكاءات السنوية أكيد أول شيء لأنه كان أول شيء كان تحدي كتير كبير لأنه لأنه بلشت الحرب بغزة وبتعرف أن نحنا بلبنان مؤثرين عطول بهيدا الوضع بالوضع بالمنطقة مية بالمية ومنه هين أبدا فكنا دجا إخدين قرار بالعشاء وقررنا نكمل لأنه العشاء كان له هدف معين هو مساعدة صغار المزارعين يعني نحنا المساعدات كلها اللي عم نعملها ومننفذها المشاريع اللي عم ننفذها عم بتكون ذاتي يعني مننا نحنا من أصدقاء الجمعية ما عم يجينا هكي برد دعم خارجي صح مظبوط وصباشيلي هلأ لأنه هيدولي الصور من العشاء فنحنا كان شعاره هيدا العشاء مساعدة صغار المزارعين هو مشروع عم تشتفلوا عليه صح وبلشنا تنفيذه هلأ من بعد العشاء بلشنا تنفيذه بكذا منطقة بشوفوا وعلاي وجزين والزهراني وهدولي الأكتر مناطق فتن عليهم وعرفنا المزارع لأنه هلأ المزارعين ما عم يفلحوا أردن ما عم يهتموا بأردن لأنه الكلفة عالية لأنه كل شي صار بيكلف بالنسبة لألون صرنا نشوف أنه تركين أردن مش قادرين يدفعوا ليفلحوا طلعنا بهيدا المشروع هو وتأمين الإيلات الزراعية تنساعدهم تكون بمتناول إيدهم إذا هني بدهم يهتموا بأردن نحنا عم نقدمهم نقدم هاي دول هالدعم صح مظبوط يعني تعطيهم حافز أنه مازال صار فينا هيدا منكمل يعني منفلح الأرد ومنرجع نزرع الأرد ومنعمل إنتاج يعني محصول جديد مع أنه هلأ هنه لازم يكونوا بيستعدوا لموسم زراعي جديد وفعلا عم نقرأ يعني أنه عندهم كتير قلق وتخوفات أنه ما يقدروا يكونوا عم بيصرفوا إنتاجهم يعني على الأسواء المحلية وهيدا اللي نحنا عم نجرب أنه بالدورات التدريبية تعلم الأشخاص أنه يشتغلوا على الجودة يشتغلوا على التعليب يشتغلوا يعني بحيالة يعني تبلشي تعطيهم هيدا الحافز أنه بلشوا هيك لأنه ممكن نحنا نساعدكم ونكمل لأنه نحنا مثلا هلأ عنا مشروع المطبخ طبع الجمعية المشروع هو بيقول أنه مطبخ بكل منطقة بالمناطق النائية تصير تنعمل المونة بقلب هيدا المطبخ اللي تابع للجمعية يعني بيكون في حدان مينجر بقلبه للمطبخ وبإلا للمدام اللي بدأ تجي لتعمل رب البنادورة أو تعمل سوس أو تعمل حيالله شي تستخدم فيه المطبخ كيف لازم تعمله بأي معايير معينة لتاخد جودة مزبوطة وتتقدر تصرف كمان ما هي هيك لأنه بس ينعمل تاست إذا كانت الكواليتي منيحة نحنا كتير عم نجرب أنه نفتح بواب لا يقدروا يصرفوا انتاجهم لبرات لبنان أكيد عم بيصير في تصريف بقلب لبنان بس هو الهدف أنه يقدروا يطلعوا لبرة فمن هيدا المطبخ ممكن بيقدروا يعملوا برودكشن منيحة بجودة عالية كمان هون عم بتساعدين عم بتوفر عليهم كتير قصص أكيد يعني من خلال هالعشا كمان السنوي فاسكال قدرتوا أكيد تجتمعوا كلكم سوا وقدرتوا أنه تجربوا تأمنوا بركة دعم للجمعية لأنه مثل ما قلت أنت هلأ إذا بنسألك يمكن شو الصعوبات أو التحديات اللي عم تجيها هي نقص الدعم اليوم مظبوط مظبوط ما في شي لأنه نحن عنا هدف ما منزيح عنه يعني بالنسبة لألنا حطينا التارجت تبعنا اللي هو بعيئك بيهلأ بهيدا الوضع هو المادييات ومنرجع منقول أنه نحن عم نموّل حالنا بحالنا يعني كل الجهود اللي عم تنعمل إن كانت مالية أو جسدية أو معنوية هي منكن أنتم صح وهيدا الشيء صعب على المدى الطويل أكيد وفهم أنا في مناطق وفي بلدين بالعالم أنه بحاجة لدعم ولبنان قد ما صار معوّدين على المشاكل بلقوه أنه عادم هن معوّدين هاللبنانية يعني من أول ما خلقنا مشاكل وما منخلص لأنه يعني أنت وعيئ إذا بتلاقي ما في شي تعملية يعني وخاصة هلأ بالأزمات اللي عم تصير بالمنطقة لازم نقول أنه التمويل عم بيكون للخارج أكتر من لبنان طبعا مع أنه لبنان أكيد بحاجة يقدر يستمر نحن باسكال ما بدنا نفوت ولا نشاط علينا من نشاطات فارجع هيك خبرينا شو النشاطات المستقبلية وشو النشاطات الأساسية اللي عم تعملوها أوكي بعد بدي أقلك نحن عنا خمس مشاريع كنا عن التصريف المونة اللي بلشنا فيها بأول المتأسسنا يعني بلشت الجمعية والدورات التدريبية اللي نحن أولا نهار وقفنا فيها عطول على مدار السنة وعنا المؤسسات الصغيرة الشمال بزنس الزلي كمان عم تعملوها صح هنه هلأ عملنا مثل بروجيت تجريبة بمنطقة شارتون هي كان اسمها دكانة جورج دكانة جورج ساعدناهم إنو يقدروا يعملو شوي أورغانيزيشن لشغلون ركبناهم بي او اس سيستم ركبناهم باركود ريدر كاشتروور علمناهم حتيناهم صوفتور ليقدروا يفوتوا الستوك تبعهم تبع المحال تبع الدكانة لو دكانة بس عالي لي لا يعرفوا إذا عم يربحوا وعم يخسروا كيف التسعير بدوا يكون يعني إذا بديك ساعدناهم هيك يعملوا بازلاء لهم لهن إذا بدون يكبروا ساعة بيقدروا يكبروا فكانت تجربة كتير حلوة بمنطقة شرطون امتوا بايلت بروتجك كمان أورا كتير بايلت بروتجك مية صح مصبوط وهلأ عم نشتغل على بروجيت كمان بمنطقة علي تشبيك المحلات الصغيرة ببعضها حلو هلأ الدراسة إلى تقريبا شي شهرين على الأرض وإذا قال الله راد مكاملين وإنتوا هون كمان باسكار عم تعملوا تشبيك مع بلديات مع جمعيات أخرى وهذا الشي كتير أساسي يعني تا يقدر تكون النتيجة أفضل أكيد لأنه إذا بتكتجي حيالها مشروع تعمليه إذا ما عندك بالمقابل بارتنر تاني كمان عم بيساعدك عم بيكون كي صعوبة ما في كتة يعني قد بدي يكون حجمك أنت ما بتلحق أنت إذا عم تشتغلي على صعيد لبنان ما عم نشتغلي على صعيد منطقة أوكي إذا عم نشتغلي بالمتنع تبري أوكي اثنين ثلاثة بيهتموا بالموضوع بس عم تشتغلي على صعيد لبنان بده يكون عندك حدا بالشمال عم تعطي معه بالبقاع بالجنوب بكل المناطق عن طريق بلدية أو تعونية أو أو جمعية أوقات يعني حيالة حدا يعني مثل أجريم أنت منعمل نحن وياهن حتى نقدر نكمل لأنه نحن عم نشتغلها ستيل مؤسسة مش بس هيك فتحنا جمعية وعم نشتغل لتقدر تكملي مظبوط تنقدر نشوف كل هالمشاطات وكل هالمشاريع بكال إليلنا كيف فينا نتابعكن ممكن عبر السوشيال ميديا أو إذا في رقم تليفون تنكون عم نتواصل كماما أول شي نحن هالأرض لنا فيسبوك وإنستغرام هلأ في كتير بيقولولي هالأرض لنا كيف تنكتب كتير هاينا كتير هالأرض لنا يعني مثل ما بتنكتب بالعمل مثل ما منقولها وحتى هنا أصلا اللوغو وبيطلع حبيلنا نقولها عن جد أنا من النوع إن كتير متشبسة بأرضي متشبسة بلبنانيتي كتير يعني فاكر مال هيك هالأرض لنا فيسبوك وإنستغرام وكمانا ويبسايت طبعنا منحط كل الأكتيفيتيز عليه وكل الإيفانتات اللي بتنمرؤ فيها ورقم التليفون سبعة تسعة تلاتة واحد تسعة ستة ستة خمسة وأني تايم نحنا مناخد التليفونات نحنا أكيد بندعي كل المشاهدين يكونوا عم بيتوصلوا معكم ويتابعوا كمان نشاطاتون لأنه بالفعل عمل كتير حلو عم تقوموا فيه ونحنا اليوم بدنا منك باسكال تكوني عم توجه رسالة أخيرة اليوم لكل مثلا إمرأة شاب وصبية عندهم مشروع خاصوا بالأرض تشجعيهم هيك إنه ما يخلوا شي يوقف بوجه حلمهم بتعرفي فيه كتير بروجيات عم تجي لا هؤلاء الأشخاص اللي هن صغار بس شي خاصوا بالأرض بتلاقي قليل الصغار اللي هن عم بيشتغلوا بهيدا الضمان يعني كمان عم نشتغل عهيدا الموضوع إنه كمان الأرض ممكن تقدر تطلع تعمل بزنس من وراها يعني البزنس مش بس المهندس ولا الحكيم فهيدي شوي فيها صعوبة أنا بتمنى إنه كلهم يفكروا يقدروا يستفيدوا بالتواصل معنا ونحن نستفيد من التواصل معنا لأنه أنا مجرد ما عملنا كونتاكت محا يلا محال صارت بضاتا عنا صار عنا مرجع بنعرف إنه ريان بمنطقة كذا فينا نساعدها بهيدا البروجيات وفيها هي كمان إذا فيها تقدم لنا مساعدة تكون عم تتعاون معنا بنفس الوقت مظبوط ومن خلالك أنا أكيد بحب إدعي كل العالم اللي هي نحن أكيد في كتير أيدي خيرة وبيضة كتير وما بيحبوا أذكر أساميهم يعني كل شغلة مشروع منقرر نجم بلشو يمكن السقة ويمكن الشغلة اللي عم بيكون على الأرض عم بيخلي إنه هيك الله فتح لنا هيدا الباب مش مسكر لنا ياه وكتر خير الله مثل ما بيقوله أنا بطلب إنه كل حدا هيك قادر يساعد وقادر يكون واقف حدنا يمكن مش ماديا معناويا أو يكون عم يشتغل معنا لأنه تفتقدي بهالأيام لأنه حدا يكون معكي على الأرض بوجودك باسكال وبوجود نساء مثلك لبنان بألف خات ونحن بنضعي اليوم النساء اللي عم بيحضرونا يكونوا عم بيتشبهوا فيك ويكونوا عم جدا عم بيشتغلوا لهدف يعني يكونوا عم بيعملوا شي لأرضهم نعمل ثورة بس كل هالأرض إلنا ستبقى هالأرض إلنا فينا نعمل ثورة كلنا سوا طبعا نحن باسكال فيرس الأصوب بننشكرك من قلبنا لوجودك معنا اليوم بننوجه تحية لكل أعضاء جمعية هالأرض إلنا ومنتمنى لكم النجاح والاستمرارية ودايما تقدروا تعملوا مشاريع عم تخدم البلد ككل إن شاء الله إن شاء الله مثل ما قال الله بريد شكرا 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 لك مشاهدينا نحن للأسف وصلنا معكم لختام هالحلقة من على الموعد نتمنى أنه تكونوا قضيتوا وقت ممتع معنا ومع جوفنا نحن مندعيكم دلكن عم بتتابعوا مريم تيفي عبر الفيسبوك بيج مريم تيفي واليوتيوب تشانيل وأنا بدي أقلكم إن شاء الله دايما بتدلوا بخير أنتوا وكل الأشخاص اللي بتحبوهم اشتركوا في القناة